مرحبا ويسعد أوقاتكم هذا الفيديو يعتبر جزء ثاني لعجينة الشوكولاتة بالفيديو السابق قمنا بعمل عجينة شوكولاتة البيضاء وبهذا الفيديو سنقوم بعمل عجينة شوكولاتة الحليب أو السيمي سويت فلنبدأ الفيديو المكونات هي عبارة عن شوكولاتة سيمي سويت وسأستخدم بهذا الفيديو كورن سيروب مع العلم أنه يمكننا استخدام الكلوكوز أو السكر المعكوس أو حتى العسل بالنسبة للمقادير والنسب فهي مختلفة عن الشوكولاتة البيضاء بشوكولاتة سيمي سويت 2 إلى 1 بمعنى كمية الشوكولاتة ضعف كمية الكلوكوز أو الكورن سيروب هنا استخدمت 120 جرام شوكولاتة مفرومة و60 جرام من الكورن سيروب أنا أفضل استخدام الكمباوند شوكولت ولكن يمكننا استخدام الريال شوكولت دون الحاجة إلى التامبرينج أقوم بتذوب الشوكولاتة باستخدام المايكروويف أو الحمام المائي مع التحريك المستمر ثم بعد أن تذوب الشوكولاتة بشكل كامل مع الانتباه للحرارة الكامنة بالوعاء الزجاجي أضع الصحن والشوكولاتة فوق الميزان وأضيف للشوكولاتة 60 جرام من الكورن سيروب وأبدأ بالتحريك بهدوء وعندما تبدأ الشوكولاتة تتجمع على بعض وتصبح كالعجينة اللينة أتوقف عن التحريك حتى لا تبدأ الشوكولاتة باستخراج زيوتها كما تشاهدون بالفيديو الآن أتوقف عن التحريك وأضع أو أسكب الشوكولاتة أو عجينة الشوكولاتة فوق كيس نايلون أو نايلون تغليف الطعام وأمد وأفرد العجينة حتى تصبح رقيقة نوعا ما وتغلف جيدا وتترك بدرجة حرارة الغرفة حوالي ساعتين حتى تبرد وتجمد ثم توضع بالثلاجة ست ساعات على الأقل أو ليلة كاملة بدرجة حرارة الغرفة والآن بعد مرور ليلة كاملة ها هي العجينة جامدة وقاسية جامدة جدا أخذ قطعة منها وأبدأ بعجنها بين أصابع اليد وراحة اليد فتصبح بفعل الحرارة بفعل حرارة اليد تصبح أطرى ولينة سهلة التشكيل طبعا ممكن أن أتعامل معها مثل عجينة السكر تماما ممكن أن أضعها بالسيليكون مولد الخاص بعجينة السكر لتشكيل أشكال معينة وأساوي سطحها وأضغط عليها جيدا ولكن قبل استخراجها من السيليكون مولد أضعها بالفريزر حوالي ثلاث دقائق أو بالثلاجة خمس دقائق حتى تصبح قاسية ومتماسكة جدا أستطيع استخراجها بسهولة من السيليكون مولد ممكن أن أقوم بتشكيل ورود أشكال أخرى تستخدم لتزيين الكيك تزيين الكوب كيك أو الكوكيز أو حتى يمكن مدها وتغليف الكيك بها وممكن أن نزيين بها حبات الشوكولاتة أيضا ومن الممكن أن نشكل بها مجسمات عن طريق تقطيعها بقطاعة دائرية أبدأ بتكوين أشكال وورود مختلفة يعني الاحتمالات كبيرة جدا وممكن بكل بساطة أقوم بعمل كرات صغيرة أضعها حول كرة أكبر قليلا فتتشكل عندي وردة جميلة ناعمة انظروا كيف عملية استخراج الأشكال من قوالب السيليكون من السيليكون مولد بمنتهى السهولة لأنها كانت جامدة بالثلاجة أو بالفريزر انظر إلى الزخارف والأشكال الجميلة بعد استخراجها من القوالب طبعا ممكن تلوينها ممكن تزيينها بقليلا من الـ Golden Dust أو غيره أو إعطاءها نكحة تماما كما فعلنا بعجينة الشكولاتة البيضاء انظروا الـ Golden Dust أعطى بحجة لهذه القطع والزخارف ملاحظة أما يجب أن تغلف العجينة المتبقية جيدا بالنيلون وتوضع بكيس آخر لنضمن عدم دخول هواء إليها فتصبح قاسيا لا يمكن أن تذوب أو تتشكل وممكن أن تبقى خارج الثلاجة لأشهر دون أن تتلف المهم التغليف الجيد وأن لا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة غير هذا ممكن أن تبقى خارج الثلاجة أو داخل الثلاجة انتهى هذا الفيديو أرجو أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي ذكرتها ولكي تبدعوا أكثر وأكثر انضموا لدوراتنا المتخصصة بتعليم الشوكولاتة الرابط سأضعه لكم بصندوق الوصف وكذلك روابط حساباتنا للتواصل تذكروا دعم القناة باللايك والتعليقات والأسئلة وسأجيب عنها كلها شكراً للمشاهدة وإلى اللقاء